السلام عليكم كنتم تكونوا بخير على خير ويلقاكم الفيديو انتم في صحة جيدة وفي احسن الاحوال يا رب اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حرشة في الفرن بيضة واحدة اللي تبقى عندكم غير بيضة واحدة كتحضروا الوصفة هذه كتجي اكتر من رائعة كتجي زوينة بزاف خفيفة وهشة وسهلة بزاف التحضير كتوجد في اخر لحظة وباضافات لكالزيتاتها لدى فنتم تجربوها فعلا وفي المنطبع عليكم نخليكم على المكونات وطريقة التحضير فهدي نبدأ بسم الله على بركتي الله ندل المكونات وطريقة في نفس الوقت في واحدة الاناء غادي نوضع حبة دي البيض من الافضل تكون درجة حرارات المطبخ كنضيف عليها قبصة هكا دي الملح لتصحيح الضوق غادي نضيف عليها كذلك واحدة ساشي من السكر بنكهة الفانيلا ممكن تعوده بالقشور دي البرتقال او القشور دي الحامض ثم غادي نقوم باضافة كأس من السكر بالنسبة للكأس اللي غادي ناخد به القياسات فالكأس دي العنبة فعدينا تقريبا 150 جرام دي السكر بالنسبة للاخوات اللي كيبغيوا القياس بالقرام غادي نضرب هديك البيضة مع السكر جيدا هكا حتى كي ندمجو ثم غادي نقوم باضافة كأس غير ممتلئ من الزيت ما يعادل 120 ميلي لتر ثم الآن غادي نقوم باضافة علبة دي اليوغورت بالنسبة لها العلبة هادي ستعملو دي المياه وعشرين كرام او دي المياه وخمسين كرام فبالنسبة لنكهات ستعملو دي الفاني او دي الجوز الهند لان انا غادي نديرها كجوز الهند في هاد الحرشة هادي او البسبوسة فانا درت ضانون بالنكهات دي الجوز الهند وكيف ما كتشوفو زيت تعبرت هاكا واحد نصف علبة دي الحاليب نصف علبة او نصف كأس يتقدروا تعبرت هاك بالكأس يعني لابوتو بالكأس المهم انكم ما تغيروش هاكا الكأس اللي غادي تاخدو به جميع القياسات كتاخدوها بنفس الكأس صافي هنا يبد مخلط الكل غادي نقوم الان باضافة عندي جوج معالق ديال الدقيق باش كي يعطيونا هاكا ديك القوام اللي كي جاكا متماسك في حرشة ديانه وغادي نضيف كدالك واحد الساشي من الخميرة ديال الحلويات بالنسبة للقياس ديالها فيها ستاشل قرام إلا استعملتو ساشي ديال سبعة قرام أو ثمانية قرام غادي تديرو زجعة كياس صافي هنا نخلطو الكل وغادي نقوم الان باضافة الساميد وعندي سميدة هنا يا رقيقة ضفت جوج كيسان مع مرش ديال سميدة سميدة رقيقة اللي كتكون خاصة بالحرشة وبالسبوسة غادي نحاول نوريها لكم عن قرب فهنا يخلط شوفوا القوام ديال الخالد ديالنا كيفاش كيكون كيكون بحل هاكا بحل قوام ديال الكيك هنا يا غادي نوريكم سميدة شوفوا ليه سميدة اللي استعملتها وهنا يا غادي ناخد هاكا واحد زلافة غادي ندير فيها كيف مما كتشوفوا عندي هنا يا جوج معالق كبار ديال جوز الهند وكندير هاكا شوية ديال الفواكه المجففة عندي هنا يا مشماش قطعة توقيطة صغيرة وعندي كذلك العنب المجفف غادي نضيفهم هاكا على داك جوز الهند وغادي نخلط الكل فكنديرو هاد المرحلة هادي باش هادوك الفواكه اللي كنديروهم هاكا في الخالط ما كينزلون ناش للاسفل و اه كنلبسوهم هاكا بهاد الكوك باش ما كينزلوش للاسفل و كيتحرقوها كم اللي كندخلهم الفورن فبهاد طريقة هادي كيجيونا وفي الواسط ديال ديال الحرشة ديالنا صافي غادي نضيفهم الان للخالط صافي غادي نخلط الكل هاكا غادي خلطة خفيفة كنخلطوش بزا في مجرد ما كيدخلوها كهادوك اه الفواكه مع اه مع الخالط صافي غادي نخد واحد سانية لي كدخل فورن بالنسبة للحجم ديالها فهدي فيها اه تقريبا تلاتين او تنين وثلاتين سنتيم فغادي نفرغ الان فدهنتها بالزبدة طبعا ورشيتها مزيان بسميدة غادي نفرغ فيها الخالط وبالنسبة للخالط ركا تبدو كتحسو بيها ككيتقال غيب مجرد ما حضرنا هاديك الفواكه كتحسو بيها كتقال فكتكونوا موجدين صينية من قبل باش ما يتقلكم مش الخالط بزا في حالة الى تقال كتطفولوها كشوية ديال الحليب وكتخلطوه عاد كتفرغوه باش تحصلوا على هاد القاوم هذا وصافي دعبة غادي ندخل الحرشة ديالي الفون بالنسبة للفون كنكونوا مستخنينه مقبل كنديروه على 180 درجة مكتاخدش مدة طويلة فقط من 20 حتى 25 دقيقة وكتكون واجدة وهنايا كيف كتلاحظو بعد ما طابت واخدتها هكا لون دهبي من الاسفل وكذلك هكا من الوجه ديالها فغادي نوضعها الان في الصحن ديال التقديم وكتزينوها على حسب الرغبة ديالكم فهانتو مادا واش شكل ديالها من الاسفل كتاخد واحد اللون زوين بزاف وكذلك هكا حتى دوك الفواكي كيجيو في الوسط يعني ما كيجيوش هكا نازلين الاسفل بهذيك الخطوة اللي كنديروه لهم هكا ديال ديال كوك فكيف مما كتلاحظو كجي هشة بزاف وبالنسبة للتزيين را غادي بقى اختياري على حسب الرغبة ديالكم انا هندهنتب شوية ديال المربة وزينت لها هدوك الجوانب هكا الجانب هكا زينت بشوية ديال جوز الهند وبالنسبة للواصط درت فيها هكا شي شوية ديال ديال اللوز كونكاسي وتزين طبعا را كيبقى على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب المتوفر عندكم انا داك الشي اللي كان متوفر عندي هو باش زينت وكتقدموها بصحة وراحة كتجي فعلا لديدة بزاف وبنينة في الطعم ديالها وهشة من الداخل وشي حاجة اللي بسيطة وكتوجد في اخر لحظة فانتمنى انكم تجربوها وانا متأكدة اللي جربتوها غدي تعجبكم وصلنا لنهاية الفيديو اللي عجبكم الفيديو طبعا شجعوني باللايكات ديالكم وهنايا غدي نوريكم الشكل ديالها من الداخل وكيكون هذا هو الشكل ديالها من الداخل لاحظوا معاياش حلقة ديها كازوين وكتجي رائعة بزاف وهشة فانتمنى انكم تجربوها فعلا وصلنا لنهاية الفيديو اللي عجبكم فيديو طبعا شجعوني باللايكات ديالكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات ونتلقوا في فيديو قادم مع وصفة اخرى فدمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته